الحاجة الوحي الناس دي تطلع تقول ان انت بتمثل يعني بعد كل اللي انت اديته ده الفترة دي او مش الفترة دي بس انت في كل الفترات كل مصري بيندهلك طبعا نشيئين فريق اول انت موجود وقاعد وحتى لما بتمشي حيكون لسه منتكلم قبل لهاو عشان انديك حققك برضو النهاردة بالمناسبة يعني مش هف حرككم تعرفه ولا لأ بس الاخبار انتاشر النهاردة كابتن ميمي عبدالرازي في موقف نادر الحدوث في الكرة المصرية عمتا بيسلم الفرقة للكابتن علي ماهر المدير فني الجديد والكابتن ميمي عبدالرازي كان معاه في مدخلة بعد مباراة نهائي كأس الرابطة وكان بطبيعة الحال زعلين حابب يكمل حاسس انه عمل نجاحات فحابب يكمل ورغم الزعل الطبيعي المنطقي اللي اي مدر ممكن يحس به الرجل النهاردة كان مع الكابتن علي ماهر في استاد برج العرب قاعد مع اللاعبين وبيسلموا الفرقة بيقولوا دي الفرقة ده الكويس اللي في الفرقة وده حاجات محتاجة تشتغل عليها ومحتاجة تدعمها فمش منطقي ابدا الراجل ده تحديدا يعني يتهاجم او حد حتى يعمل اي اسقاط عليه الصورة يا الشاشة النهاردة الكابتن ميمي والكابتن علي ماهر كابتن علي ماهر شخصية محترمة انا الطلب مني من مصطر كامل حاجتين لدرجة اللي انا في مباراة الاهلي وسلمت على الجهاز وبعد المباراة سلمت على الجهاز بتاعت التعادل حصل رد فعل انا معندي السوشيال ميديا ولادي اللي عندهم حصل رد فعل على السوشيال ميديا جمهور الاهلي قالك بنذكر الجهاز الفني وبنذكر برسايد لازم الموضوع ده يخلص لازم الموضوع ده يخلص احنا بنحترم الناس مع العلم كان فيه شوية حاجات كده بسيطة من كل بسيطة بتحصل يعني بتحصل انا عاوز الموضوع انا كلمك عاوز الموضوع ده يتلام فطبعا لما اطلب مني انا الكابتل علي ماير اخويا وراجل محترم وراجل مؤدب ومجتهد ودي ليس الناس طلبته الراجل لبى النداء زي ماي حدي بطلبك راح فانا طبعا صممت النهار ده بالنيابة برضو كان معايا الدكتور محمد موسى وسادت النائب الحسين أبو أمر بنتعليمات من مصطر كامل اللي احنا برضو انا كانت نييته صف لو انا هو راجل وحش مش هقول مش هروح طبعا من الصبح روح الراجل كمان قابلنا مقابلة كويسة جدا قابلنا مقابلة كويسة جدا اتكلمنا في تفاصيل صغيرة قلت له كل الدعم ليك انا موجود في نادي المصري او غير موجود في نادي المصري عاوز تسألني في اي حاجة بأمانة مجموعة كويسة جدا اللعبة دي اخلاقياتها عالية جدا محدش عمل معي مشكلة في الثلاث شهور غير الكلام اللي كان بيطلع يتقال او الكلام ده معسكرات بيزة معسكرات مفيش الكلام ده انا كنت في قوضة زي حضرتك في احدى الفنادق معينة كلنا بنعاني من شوية حاجات انا كنت في قوضة مساء رقم 219 عاملة زي ايام السادات اللي ايه سجن زنزانة 55 قاعد بعمل شغلي وبشتغل واللعبة ملتزمة ساعة الاكل بالنسبالنا اه الاجتماع اللعبة قابل الاجتماع مفيش حد خرج من الفندو ده اللي قدامي انما حتة مشكلة لجمهور برسعيد اللي حق فيها كان العشم كبير جدا 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 في بطولة اللي انت عارفها بتاعت كسر الربطة نادي المصري او جمهور برسعيد العظيم عمل للبطولة ديا رونة غير عادي انا هاجي على الحصن فموطش نهائي كسر الربطة مع سرامير كلوباتر بس برضو الاحدى بتاعت النهار عايز اعرف كوالسها كلامك مع اعضاء مجرس دارة النادي المصري كلامك مع الكابتن علي ماهر الناس كانت بتقولك ايه بتقولك انت انت عملت شغل محترم احنا انت حلوات مش ماشي عشان خاطر اي حاجة لدرجة انهم حابوا يعملوا برضو ميستر كامل تصمم قال لي يعني كلمتين قال لي طول ما انت في النادي ايه طول ما اني موجود في النادي انا عاوزك تبقى موجود لان انت راجل ايه بدون شرط او كاد اول ما كلمتك خدت بعدك ورحت الراجل دا انا باحترمه بصراحة باحترمه في كمة الاحترام مش عاوز منه حاجة انا ليس في وظيفة انا في انداء هو طلبه مني كابن من ابناء برسعيد لدرجة كنت مستنى برضو احدى الاندية في الدولة الممتاز فالنهاردة المجلس اجتمع برضو مستر كامل بقلاخهم تعليماته ان ام عبدالرزي موجود مستشار فني دي مجلس الادارة ورئيس قطاع الناشئين والبراعم في النادي المصري ويبقى مسؤول عكرة ومستشار فني ليه فانا اما قابلت الكابتن عالي ماهر راجل بصراحة اتكلم قال لهم الراجل دا مشكورا عمل معاكو شغله كويس جدا بصراحة كلام كان كبير جدا من شخص برضو فاضل خلوا بالكم منه اهتموا به شوفوا هو عاوز ايه انا عمر ما اتكلمت في نواحي مادية خلص معايا دي شوفوا هو عاوز ايه خدوا الراجل دوا يبقى معاكو موجود لو واحد غيره كان ممكن يقلق كموديل فني مع موديل فني انت لأ وانت كمان انت في ايد الوقت يعني في الكابوزيشن يعني انت راجل مستشار فني فيقول لك مثلا ايه تماموكو يروح يقول رأي الرئيس النادي يقول له ماشي العيب قعد العيب فممكن يقلق ده طبعا ده بدي راجع اصلي فيه الكلام ده بتبقى راجع للمدير الفني اللي هو بيدير انت مثلا بتعرض الكلام ده اللي يقول لك ايه لجنة رياضية او مدير رياضي لعبة مصر كلها يا سيدس كريم لما كنت معي عالتليفون بعد مطش الاهلي يقولتني ان انت مش هتعبى للمنصب ده انا بصراحة حصل لانك انت نفسيا انا تعبان والغاية دلوقت انا في حاجة مستر كامل لما بلغني الراجل ده انا بقول لك بحبه لله نهاردة مثلا لما اتقرر تلع دي مش وظيفة دي تكليف ان هو طالب مني حاجة يعني حتى لو جت له حاجة معينة انا مثلا مستر كامل يتبني للخير عادي لان انا بقدم الناد المصري وبقدم رسالة للناد المصري